اشتركوا في القناة وبعد تدخل رجال الامن والسلطة لمنعهم تم رشقهم بالحجارة حيث اصيب عنصر امنية جرى نقله الى المستعجلات مستشفى الادريسي حسب مصدر محلية ونشر النشط عبدالعالي الوديعي فيديو من الوقع معلقا عليها المخالطين لمصابي فيروس كورونا بمصانع الفريز بالقنيطرة يقومون بعمل شغب وتغريب الحجر الصحي داخل الحي الجميعي بالقنيطرة ويعتدون على الموظفين ورجال الامن بالحجارة وانطلقت الاحتجاجات يوم امس من طرف عدد من المخالطين على ظروف الاقامة بالحي حيث تم تجميع عدد كبير من الاشخاص من مناطق مختلفة كالسوق الاربعة والشوافع والالاممون واعترض المحتجون على التأخر الحاصل في ابلاغهم بنتائج تحالي الكورونا مطالبين ايضا بتحسين ظروف اقامتهم وتعقيم مرافق الحية بشكل يومي وكذا توفير الكمامات والمعاقمات